موسيقى بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان وكان الكلام فيه أمور وكان في الأمر الثاني الكلام عن شريكو عم شريكو الأيوبي عم العادل وصلاح الدين وكان الأمر الثالث عن السلطان صلاح الدين الأيوبي والأمر الرابع الملك العادل الأيوبي وفي الأمر الرابع كان الكلام في موارد وصلنا إلى الموارد الثاني والثلاثين يقول ابن الأثير في الكامل الجزء العاشر في صفحة 307 ثم دخلت سنة أربعة عشرة وستمائة سنة ستمائة وأربعة عشر هجري ذكروا ملك المسلمين دمياط من الفرنج قال ابن الأثير لما ملك الفرنج دمياط أقاموا بها وبثوا سراياهم في كل ما جاورهم من البلاد ينهبون ويقتلون فجلى أهلها عنها وشرعوا في عمارتها وتحصينها وبالغوا في ذلك حتى إنها بقيت لا ترام وأما الملك الكامل فإنه أقام بالقرب منهم في أطراف بلاده يحميها منهم ولما سمع الفرنج في بلادهم بفتح دمياط على أصحابهم أقبلوا إليهم يهرعون من كل فج عميق وأصبح الدار هجرتهم وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام التفت جيدا أيها الإنسان أيها العاقل أيها المنصف أيها العربي أيها العروبي أيها الغيور ابن الأثير يقول في سنة ستمائة واربعة عشر هجري يقول وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام فخرب البيت المقدس لاحظ ليس فقط سور البيت المقدس وإنما خرب البيت المقدس يخربون المساجد والمقدسات بأيديهم هؤلاء صلاطين الدولة المقدسة والدولة القدسية الداعشية التي يسميها الدواعش وأئمة المارقة والتيمية يسمون هذه بالدولة القدسية والمقدسة يخربون البيت المقدس يقول وعاد الملك أي ملك الملك المعظم والكامل والعادل وإلى غيرها من أسماء يقول وعاد الملك المعظم صاحب دمشق إلى الشام فخرب البيت المقدس أقول ملوك صلاطين الدولة الإسلامية يخربون البيت المقدس بأيديهم فيا ابن تيمية ويا مارقة هل عندكم ابن العلقمي هنا أبو الطوسي أو ابن سبا أو الإسماعيدي أو الفاطمي أو الزيدي أو الإمام الاثنى عشر تعلقون عليهم فشلكم وخيانتكم وانحرافكم وفسادكم وعاركم في تهديم البيت المقدس فأين المقدسات وحرمة المقدسات وأين أولى القبلتين وثالث الحرمين وأين التمجيد والتبجيل والتعظيم للسلطان الناصر الفاتح الذي خاض الحروب والحروب والحروب ضد إخوانه المسلمين وخرب بلدانهم وزهقت عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأرواح البريئة وشردة وسبية أضعاف ذلك من النساء والأطفال والشيوخ بتبرير أنه فعل ذلك لتوحيد المسلمين وبلاد الإسلام من أجل التفرغ لتحرير البيت المقدس وبعد كل ذلك تبينناه أنه لا قيمة عندهم للبيت المقدس وأن حاله وحاله حال أي قلعة أو حصن أو منشأ أو بيت تهدم وتخرب بما هي على رؤوس أصحابها 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 أصحابها